السلامة انا سونيا مرحبا بكم في كوجينتي اليوم اش نعمل لكم البلابي دانك تعرفوا البلابي يلزم الحمص هذيك مكون اساسي يلزم الفحات البهارات يلزم الطن يلزم الثوم اربع صنون الثوم يلزم الهريسة يلزم الزيت زو زيت راتماء سميت لكم الزيتون لكحل و الزيتون الأخطر و شوية كبار والبكاربونات دوسود كاربونات السودة هذا يبشيتيب به الحمص فسع فسع والعظم هذا كان الزينام بعض الهريسة العربية بيانسور و الكامو نحط الماء اترتين ماء تنجرة مش لازم توكات حتى نعمل فيه الكاربونات أربعمائة جرام حمص هي اللي عنده عائلته أربع حمسة من الناس يعمل خمسة مائة جرام أنا عائلتي فيها ثلاثة من الناس أربعمائة جرام حمص في المرحلة هذية هكا هوا نغطيو على تنجرتنا و نخليوها تغلي هكاكا بالقدار بعد خمستاشرم دقيقة نتفقدو الحمص متاعنا بش نحطوه البكاربونات دوسود بحاتي نهيش ملوه الخطر ريء الحمص يعمل كشكوشة نحيوها الكشكوشة الساعة هذية الكل و نحطوه طوال بكاربونات دوسود بسيت ما قط الكومش راهو الحمص 400 جرام 400 جرام وهو منفخ مش هو شايح وهو شايح راهو كي تنفخو يوالي أكثر نحطوه بكاربونات دوسود و ننفخو الحمص قبل بنهار كي نزنوه باش نطايبو بيه اللابلابي متاعنا يبدا منفخ دجا خلي هذا و نمشي انا حذرت الثوم عصرتو انا عندي اربعة فصوص ثوب اربعة فصوص ثوب خطر الثوم مخشين كان انتوما الثوم متاعكم جيد زيدوا فص ولا زوز أعينكم ميزانكم و طوى باش نوريكم كيفاش باش نخلطوا الهريسة اللي باش نجي فوق البلابي هذي مغرفة مقاببة هريسة نزيدوها شوية ماء نحلوها في الماء نربوح الكاسة كماء نحلوها بالكدايا بالكدايا في الماء ريسة ريسة عربي نشوفوها تحلط بالكدايا في الماء نزيدو الزيت و القارس نزيدوه شوية ما زلت زلت تقبل الماء ريسة نرى الكنسيستانسة متاحا هذي أكبر نحطها خاطر منخلطو بها البلابي نزيمها اجرة من هكا شوية معناها كلا تلنا ببخي كاس ديرالكس ما عطل كاسا دي مش ديرالكس ها ببخي نزيدو شوية الزيت اشترفن جانا كيكا الزيت عصر خارس نشوفوا الكونسيستانسة مثلنا ديما نثبتوا كل واحد يثبت في الكونسيستانس بها الهريسة هكا هذه اللي مش تحط فوق البلابي من بعد ومش نخلطو بينها الصحافي كان زوز صحافي خاطر عندي ومش نوريكم الخبز قبيلة ما قلتلكمش على الخبز وخبز بيت عندو نهارين تنجموا تعملوا الباقيت كما تنجموا تعملوا الخبز المدور كيف كيف المفيد خبز بيت عندو نهار نهارين الخبز مفتفته كما هكا هنا دي جاهو كفتفت الصحفة هديكا اللي مايعرش معناها اللبلابي وبشي طيب اول مرة بتوانسها الكل يعرفوا اللبلابي ويعرفوا فتفته الخبز استنيوا حتى لنص ساعة هكاكا ونتفقدوا الحمص بتاعنا نشوفوه مادام زدناه البيكاربونات في ساعة يتيب نص ساعة ويتيب بإذن الله بعد 15 دقيقة رجعنا كاز منوتك هاو نتفقدوا الحمص نلقاوه طابة هاك طاب الحمص نفوحو نحطو الصوم متاعنا الملح مغرفة صغيرة متاع الملح مغرفة صغيرة متاع البهارات والهرس الحانوت مغرفة صغيرة متاع الكمون مغرفة صغيرة متاع الهرس مغرفة صغيرة متاع الهرس نحطو شوية زيت زيتونة حلطو بذات الريحة تخرج متاع البلابي حلطو نحطو خليوا 10 دقائق دي منوت ويكون طاب لبلابي متاعنا ويكون طابة مغرفة صغيرة ويكون طابة مغرفة صغيرة ويكون طابة مغرفة صغيرة كلا منتاع البلد حتى أنت تطلع شوية كلابنا رائدا تبدا تطلعها قليلا تبدا تطلعها تبدا 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 غولين ونطلعو وحطو صحافي كبار انا عندي وحطو الحمص والمرقحة اللي بنرنا من تحت الخبز وحطو صحفة صحفة سوف تضمع الصحفة الثانية موسيقى 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 سوف نضع الخبز موسيقى 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 انتوا قديش تحب الحرورية هذي قبيلة الكمونة اللي قطولكم تخليوها على الشيرة الهريسة روحسب الناس اش تحب هذي طن طور شحشو بطن حكا كامل انا نعمل سقطروا هيش بالزيت امتاحها للطن مش يعطينا مطعم بها في الزيتون هذي كان مش لازم نحطوه فوق الواحد خاطر ما يتخلطش بعض الصحفة بشخلتوها بيانسوخي حطوا العظم الرايت هكا العظم الرايت ساوش في اللخر الزيت زيت زيتونه رشا زيت زيتونه هكا في اللخر وعصرة قارس كيما تحبوا تعصر القارس ولا شوية خلفة ما ليحط الخلف اللخر شال لعجبتكم الوصفة اليوم ريحة بنينة 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 تهبر ماشاء الله في اكليت اخرى قادمة اسلامة اشتركوا في القناة